عن بداية ما هو قانون الإجراءات الجنائية الجديد بشكل عام؟ هو إحنا الأول بس عشان نعرف المشاهد أو غير المشتغل بالقانون إيه هو قانون الإجراءات الجنائية؟ قانون الإجراءات الجنائية هي مجموعة من القواعد القانونية اللي هي بتنظم حركة سير الدعوة الجنائية من بدايتها لنهايتها بتنظم سير حضور المحامي، الإجراءات اللي بيوديها، الدفوع اللي بيوديها المحامي بتنظم جميع ما يتعلق بالدعوة الجنائية وبالمتهم وبإجراءات المحكمة بتاعته وبتعون على الأحكام الغيابية وبتعون على الأحكام النهائية إلى معدى ذلك ده قانون الإجراءات الجنائية اللي احنا بصدده النهاردة هذا التعديل الوارد احنا زي ما قلنا احنا مش ضد صدور القانون او توقيت صدور القانون ولكن احنا ضد لنا بعض التحفظات اللي بتصير قلق نقابة المحاميين وبتصير قلق العاملين بالقانون وممثلين القانون الموجودين حاليا على الوضع الحالي من المواد اللي صدرت هي لسه ما صدرتش ولكن هي فيه مناقشات في مجلس النواب وعلى أجندة النواب وامام اللجنة التشريعية اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية الممبسكة عن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أصدرت بعض المواد وانتهت من مناقشة بعض المواد وفيه بعض المواد لسه ما تنقشتش النقابة العامة نقابة المحاميين أصدرت بيان موجه إلى مجلس النواب ومذكرة شرحة للمواد اللي احنا عايزين نعدل بعض الألفاظ فيها اللي احنا بنعتبرها أن هذه الألفاظ هي العبارات اللي بتتضمنها هي عبارات تخالف الدستور وتخالف قانون المحاملة أن ده قانون خاص قانون المحاملة هنا هيتعارض مع قانون الإجراءات الجنائية ومع الدستور لأن المواد اللي موجودة فيه دلوقتي اللي هم بيستحدثوها وشغالين عليها فيها انتهاك صارخ لحقوق الإنسان فيها انتهاك لقانون المحاملة فاحنا بنتكلم النهاردة بشكل مستفيد عرفنا يعني ايه قانون الإجراءات الجنائية أنه هو بيمثل سير العملية الإجراءية للمتهم من أول ما يتقرض عليه لحد ما يتحاكم هو ده القانون الإجراءات الدفوع اللي بيبديها المحامي أثناء التحقيقات أمام النيابة العامة الدفوع اللي بيبديها أمام المحكمة كل ده هو قانون الإجراءات الجنائية دكتور مصطفى أنا كده عندي المجني المتهم أو المجني عليه أو المدعي بحقوق المدنيات هم الطرفين المتهم والمجني عليه هنا المحامي هنا وكيل النيابة دول الأربع يعني نقدروا ثلاث أطراف ومعنين بهذا القانون